سريدة الشباشي كاتبة صحفية ومن أبرز الإعلاميات في مصر والوطن العربي رئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر أول سيدة في تاريخ الحياة النيابية تترقص الفرلمان المصري في 12 يناير 2021 اشتركوا في القناة الحقيقة في هذا اليوم مع تقديم زميلاتي العزيزة وصديقاتي جاسمين طهزاكي وهي بتقول اسم ورد تاني يعني من المكرمات الواحد كان بيشعر بالفخر الأسماء كلها تستحق التكريم الأسماء كلها مختلفة الأسماء كلها مجالات متنوعة لكن كان يجمع بين كل هذه الأسماء هو أن مصر مش شكل واحد مصر متنوعة فأنت التكريم ما كانش لفئة ولا لمجال ولا لكل التنوع وكل الاختلاف جمع ما بينهم الطاقة الحرية الفكر التفرد التميز حاجات كتيرة جدا هنتكلم فيها معايا يعني هي صديقة لكلنا لكل الإعلاميين ولكل الوسط الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي عدو مجلس النواب بعد التكريم من طبعا سيد الرئيس لها في يوم المرأة المصرية والأم المثالية وهي طبعا كانت ترتدي الأحمر ثقة واحتفاء واحتفال خليني أرحب بيها هي ضيفتي الآن في التاسعة مساء الخير مساء الفل الشفكي ومرتعى المقدمة الجميلة دي بس أنا كنت لابسة أحمر نور أحمر العلم العلم بتاعنا والأبيض والأحمر طب كنت بتقولي إيه للرئيس على فكرة كل البلد عندها حب استطلاع كنت بقول إيه للرئيس أيوة كنت أولا بقوله بعرب له عن ساعاتي أن أنا شفته وبعدين لما قال لي أنا بشوفت له يعني بيقالي كتير ما قال لي ما أنا بشوفك في السي بي سي إكسترا فاتبسطت قوي طبعا لأنه أكيد يعني لأنه بيتابع بيتابعك يعني أنا قبل كده السفير علاء يوسف سفرنا المحترم اللي في باريس قال لي مرة وفرحني جدا قال لي الرئيس أرى مقالك الفلاني مثلا يعني أخذ بالك طبعا دي حاجة تكريم ليه بقى هقولك ليه لأنه أنا يعني لما يكرمني الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أنا بعتبره منقذ مصر من الانهيار الكامل ومن الضياع اللي اللي قدر الله محدش عارف كنا خدنا كم قرن عشان نرجع تاني مصر الرئيس بعتبره قائد بعتبره منقذ منقذ بعتبره إنسان وبناء ومحترم ونزيه وشريف أنا رأيي كده يعني يعني إحنا بنعيش زمن بإنه الفساد مالوش مكان مالوش مكان هو كتير بس بيتحارب دلوقتي وحيطهر بلدنا من الفساد طيب أنا أنا عايزة يعني أولا يعني يمكن وأنا بقول في المقدمة يعني أنا برضو بعين الصحفية كده عجبني الرموز المكرمة هذه المرة يعني يعني مثلا لما نشوف الأستاذة فريدة الشباشي وعيني نشوف دكتورة لميس جابر وعيني نشوف فريدة فهمي وعيني نشوف فضليات يعني كمان في مجالات أخرى وأمهات مثاليات مختلفين كل واحدة لها مشوار هو الرئيس عاد المرأة المصرية اعتبرها ردلها اعتبرها لأنه كانت عورة ومش عارفه إيه وحاجة يعني حقيقة أنا عيشت فترة هنا أيام السنة السودة الحالكة السواد كانت أسود سنة في حياتي ما شفتش حاجة كده وبعدين ما فيش أي مشروع تاني أي موضوع أي حاجة بتشغيلهم غير المرأة فأنا أطلهم حتى ما هو إذا حبيتي تشغلي العالم اتكلمي في أي حاجة هايفة فتزجي المرأة بقصص هايفة ثقافة النصف الأسفل من الإنسان ما فيش لا فيه مشروع ولا فيه مصنع ولا فيه بتاع ولا فيه أي حاجة بس أنا عايز أقولك أن من ضمن الحاجات الرائعة مبارح كمان يعني طبعا كله كان كويس بس الحاجة اللي خليتني حسيت أن أنا فعلا مصر بترجع تاني لمكانها ولمكانتها تكريمه للفنانة فريضة فهمة طبعا ده اللي أنا قلتلك عليه في الأول من عشان كده رجعتلك تاني ويمكن حتى التكريم يعني سيد الرئيس كان بيشد على إيديها من باب التقدير والاحترام أيوة لفن الرقص كفرق ترضى وللفن صحيح لأن مش قالونا الفن حرام أيوة والتراث بتاعنا حرام والسياحة يعني بهدلونا بالحرام صحح وبعدين في الآخر كنا هنبقى إيه جزيرة منعادة مصر مصر اللي علمت العالم كله الحضارة معقولة وانتي عارفة طبعا انه كانت التماثيل بتاعتنا بالنسبة لهم أصنام يعني أنا مرة قلت الواحد والله بيتكلم على الهرم عايز يفجر الهرم وتقول انت شفتنا روحنا قدام الهرم وركعنا وسجدنا له يعني انتي عارفة هي حجج وهي بسطار الدين علشان يدمروا كل ما نفتخر به حقيقة ولأن كمان الفن ده سلاح كان رهيب بتاعنا يعني الفن هو كان السلاح التنويري هو النعيمة أو هو السلاح التنويري يعني اللي احنا مفروض نتكلم فيه طيب أنا فرصة في وجودك يعني سيد الرئيس الحقيقة تكلم في أكثر من موضوع كان فيه رسائل كده كثيرة جدا يعني تكلم عن الفن وعن الدراما وعن تشكيل الوعي وكان بيتكلم وأثر الرئيس في أكثر من مرة وبرده حاخد تعقيب من حضرتك عليه أنه أنا مش رئيس اعتبروني هنا رب أسره اعتبروني مواطن فهو كان يتحدث بقلب ووعي وقلق وصدق رأيك إيه فيما قاله خاصة يعني خلال ناخد نقطة نقطة في نقطة الدراما تحديدا يعني هو ناشد الدراما المثقفين الإعلام هو لأنه هو مصري صميم وأصيل وعارف بحكم يعني مش بس زكاءه دو ربنا الدهور عبقرية يعني لكن بحكم خبرته كرجل في الجيش وفي المخابرات وفي كل ده عارف يعني إيه الفن المصري عمل وإيه كان دوره ده أنا كان فيه طفل مرة قد كده بيكلمني كنت في بغداد بغطي الحرب العراقية الإيرانية وبعدين بيكلمني باللهجة بتاعتنا يعني فأمه بتقوله أنت إيه جرالك إيه بتتكلم كده قال لأ بكلمها بالمصري بل كي تفهم يعني بكلمها بالمصري إيه ممكن تفهم أيوة يعني صوري لما طفل في خمس أو ست سنين أيوة اللحجة المصرية وصلة له أيوة طبعا وبعدين تروحي أنا والله العظيم والله يا شفكي لما كنت بروح أيام الحياة اللي فاكراها قوي قوي مسلسل رأفة الهجان طبعا تبصي بغداد ما فيهاش بني آدم في الشارع كله قدام التلفزيون النهاردة شوف أنت يعني أنا كتبت مقال من يعني سنة 15 كنت أنا كان عندي بعمل جراحة في فرنسا وكان معايا حبيبتي شمس الإتريبر اللي أرحمها وبعدين إحنا جبنا باقة بتاعة مسلسلات علشان نتابع يعني كنا في رمضان أنا عايزة أروح يعني مش عايزة أخرج من هذا التكريم الجميل وعايزة أروح لكده يعني المرأة تشعر كده بالانتشاء والسعادة في ظل الزمن اللي إحنا عايشين وده وهي مقدرة تقدير عالي يعني المرأة القاضية يعني كيف طرين كمان إحنا بقى عندنا المرأة قاضية تحكم يعني صار رائع للمرأة الراجل ده يعني زي ما بيقولك أنا مصري صميم وهو مقدر جدا جدا في تقديري يعني أنا ما سألتوش لكن في تقديري أنه مقدر دور المرأة المصرية في تربية النشأ والشباب اللي طلع حاما مصر في 30 يونيو ما بين 35 و40 مليون ده ده كلام الغرب مش إحنا صحية يعني فهو بالنسبانه المرأة المصرية هي الحجر الأساس يعني هي ما فيش حاجة اسمها رجل وامرأة ربنا قال إيه؟ قال خلق إيه؟ خلق الإنسان مصبوط مصبوط فالرئيس السيسي بيعمل المرأة كإنسان كإنسان عندها كفاءة أهلاً وتهلاً وتمتهن كل اللي هاتف شوفي عندنا كم وزيرة عندنا قضية عندنا عمدة يعني عندنا الحقيقة عندنا محافظ خليني وإحنا شايفين صورة دكتورة كمان لميس جابر على الشاشة وهي أيضاً في التكريم معاكم ده بياخدني لأن هي أيضاً كاتبة وكتبت للدراما ده بياخدني للدراما إحنا يعني يمكن الرئيس يعني يتحدث في الدراما إحنا كمان مقبلين على شهر رمضان والدراما عندنا مهم والفن عندنا إحنا مصيرين بنحب الفن نعم فيعني إزاي بتشوفي الدراما لما بتقدم العنف اللي بيبقى تعنيف المرأة والعنف ضد المرأة بشكل كبير ويعني شايفة إزاي ده لأنه هل العنف اللي ممكن يكون أحياناً موجود في بعض الأعمال الدرامية ينقل إلى المجتمع طبعاً أنا شايفة إن الدراما في الفترة الأخيرة الفترات اللي هي هبت علينا الموجة الظلمية والراجعية البشعة يعني اللي غيرت كل أخلاقنا يعني إحنا الأول كنا يا شيخ روح بقى الله يسامحك دلوقتي لأ بقينا بنتبح على طول يعني الحمد لله يعني من الساعة ما عملنا ثورة شونيو بنتغير لكن في كان زي ما بيقولك عن طريق الدراما يعني زي ما أنا كتبت وقلت كده أنا بقيتها بصة أقولت إيه ده فيه إيه يعني معقولة ده في رمضان كنا ويبقى فيه إيه بقى الشباب بيقتل والستات مش عارفة بتعمل إيه آه والستات تخون وده آه حاجة باشعة إحنا محتاجين للشكل اللي هو إحنا محتاجين أنا ما بقولش حد يجملنا آه بس بقول حد يقول وقعنا ينقل الحقيقة آه يعني المرأة لأن الرموز اللي كرامها السيد الرئيس دي ما هي رموز حقيقية ليها قصص بالظبط يعني مثلا ممكن بعد كده نشوف عمل درامي لقاضية يعني هتعمل إيه طبعا طبعا أنا بقولك فكرة مسلسلة هي والمستحيل هي والمستحيل اللي هي كانت صفاقة بالصعود وكانت ما بتعرفش تكتب كتبته خيرية يعني كتبته خيرية العسال فتحية العسال فتحية العسال عفوا فتحية العسال آه بصي أنا للأسف أنه أنا كنت من تلاتة وسبعين أول تلاتة وسبعين إلى آخر تمانية وتسعين كنت في فرنسا خلاص خلينا حناخد فاصل وبعد الفاصل نكمل كلامنا الحقيقة أنا مستمتعة جدا لأنه مع الأستاذة فريدة الشباشي بتقدر تتكلم في حاجات كتير يمكن هي ذكرت التكريم بتاع الأستاذة يعني الجميلة طبعا يعني يعني عايزة أقول اللي صنعت وشاركت في فرقة ردة الأستاذة فريدة فهمي فرقة ردة لم تكن مجرد فرقة للرقص ولكنها كانت فرقة للفولكلور فرقة ردة لفت محافظات مصر كلها كي تتعرف على الثقافة العادات التقاليد وتنشئ هذه الفرقة فبالتالي يبقى إحنا بنقدم فولكلور من داخل محافظاتنا وتراثنا وها هو التقدير الذي أتى من رئيس الدولة علشان في يوم من الأيام هذه الفرقة كانت فرقة تقدم فن حقيقي نكمل الحديث مع الأستاذة فريدة الشباشي وموضوعات كثيرة تخص المرأة والصحافة أيضا والبرلمان بعد فصل قصير المرأة الحقيقة ساعدتها بأنها تعيش في أحسن ظروف وأحسن زمن بالنسبة لها تتنفس حرية وتتبوى الأماكن التي طاليقوا بالمرأة مازالت في ضيافاتي الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي عضو مجلس النواب طيب أولا يعني أنت كمان في ظل يعني يعني هذا المجلس وبدايتك يعني بداية الجلسة يعني يكلميني على أنت يعني عصرتي الحقيقة أزمنة كتير وحاجات مطلحقة وصعبة جدا يعني من أنه زوية أنت قصدك يعني قصدي أنت يعني بدأت هذا المجلس هذا البرلمان دي الأول مرة دي الأول مرة وكان عليك برضو يعني كافة أنك إمرأة وناجحة وأنك تبدأي الجلسة رأسة الجلسة رأسة الجلسة طبعا لا طبعا برضو ده كان بيعمق إحساسي بإيمان الرئيس السيسي بأن المرأة إنسان والمرأة لو عندها كفاءة تعمل أي حاجة أنا حسألك سؤال بصراحة يعني أستاذة فريدة هل بتشعري بالحرية في الزمن ده وانت بتتكلم براحتك وحاسة أن انت بجد انت في مصر اللي انت يعني بحلم بيها بالزبط بالزبط كده دلوقتي أنا حسة بكده أنا حسة أن أنا ممكن أقول أي حاجة لأن أنا قلت كل اللي أنا عايزة أقوله في ظل ظروف يعني في ممتها القسوة يعني حقيقة يعني وكنت بقولها على التلفزيون مش بقولها كده يعني ف ومتسجلة يعني تمام ف الحقيقة أنا عندي حاجة والله يا شافكي يعني عندي إحساس من وانا صغيرة من وانا طفلة ما عرفش أقول إلا ما أنا مقتنع بيه وده طبعا ساعات كلفني حاجات كتير طبعا يعني أنت عارفة طبعا أن أنا اترفضت من الإزاعة اللي كنت بشتغل فيها والأسباب إيه سبب قومي وسبب ديني لو أي حد من اللي بيهاجموني النهاردة قالوا له حتترفض ومش هيبقى عندك مش هتشتغل يعني لو ما عملتش مش معقول كان عمل اللي أنا عملته يعني مش معقول أنا بقول أن ربنا هو أنا بتعامل مع ربنا يعني حاسة أنه ده زمن المرأة المرأة دلوية خالص عليها أن هي تنجح وتكتهد والأماكن مفتوحة وتظهر كفائتها إيه يعني أنا النهاردة مثلا لو جي مثلا حتى السيد الرئيس اللي أنا بحبه جدا يعني وقال لي هتشتغل في المستشفى جراحة هقول له لا معرفش بس لو قال لي طب ترجعي تاني تشتغل بالمحامة أو تكتبي حاجة زي ما أنا بكتب أو بتاع لأنه وهو بقى جميل للوقت أن أي حد بيتحط في أي موقع بيبقى مفروض يتحط يعني مؤهل لهذا الموقع يعني بقى بقت الأماكن طاليقة على الناس أو مناسبة لهم بالضبط مش وقصة ورشوة وحاجات كده يعني إيه الرسالة اللي أنت يعني في هذا التكريم السيد الرئيس قال حاجات كتير إيه أكتر حاجة كنت مبسوطة منها السيد الرئيس حتى أنت بتقولي هو منقذ مصر هو نفسه قال مصر كتخلاص شفتي بتقع ورجعت يعني بحمد الله إيه الحاجات اللي شفتيها يعني في حديثه وفي الكلمة المميزة دي شفتي هو كل كلامه أنا بالنسبة لي بيعبر عن مصريتي مصريتي يعني مصريتي وبيعبر عن حبه لهذا الوطن وأنه عنده الجانب البناء ما بيهدمش يعني شوف أنت إحنا كنا فين وبقينا فين في سبع سنين صحيح يعني كنا في الحضيض ودلوقتي بنحلق في السماء يعني أو قربنا يعني السيد الرئيس يمكن كمان يوجه كلامه للمرأة المصرية كأم في البيت ما أنا حقولك لا مش بس كده وورا أنه هو يعني زي ما تقولي رفع العمل ضوء أحمر للي بيعتده على المرأة صحيح يعني مش قابل فكرة أن المرأة تتضرب مش قابل أن المرأة تتجوج وهي صغيرة يعني في حاجات كتير أو تعنف ده هو حد تعلمهم إزاي تعاملوا الإتيكيت يعني أنا شخصيا عجبني جدا 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 طيب الحاجة الأخيرة برضو السيدة انتصاري السيسي قرينة رئيس طبعا رئيس الجمهورية يعني كانت يعني من أيام أيضا كرمت المرأة المصرية في يوم المرأة العالمي وكرمت أيضا سيدات فضليات مش شايفة أنه أنه يبقى فيه تكريم جميل من السيدة انتصاري السيسي ثم يأتي تكريم كمان الرئيس يعني تكريما كبيرا لأسماء كبيرة أنه أنت يعني المرأة بتكرم مرتين يعني في أقل من أسبوعين لا طبعا أنا بقولك هو مؤمن بدور المرأة المصرية مؤمن أن هي عماد المجتمع المرأة المصرية ما هي في الغيط جنب جوزها المرأة المصرية ما هي في البيت وبعدين بتشتغل كمان يعني أنا مرت بالتجربة أنا كنت بأشتغل وعندي ابني وبهتم ببيتي يعني المرأة عمرها يعني ما بتبخل بمجهودها لما بتلاقي مجال تمارس فيه إمكانياتها وطاقتها ويزمح لها الحرية وعايزة أقولك على حاجة يعني أنا من بارك كنت نفسي وكتبتها قبل كده يعني قلتها يعني بس أنا رأيي أن السيدة انتصار السيسي دي نموذج للمرأة يعني مش عايزة أقول إيه يعني يعني رائعة فعلا السؤالي الأخير أنت متطمنة يعني متطمنة على المرأة في مصر لأنه يمكن كمان السيد الرئيس أخص المرأة بأنه في ظل الأزمات السيدة المصرية قادرة أنها تدير الأسرة وبالتالي بتدير الوطن لأنه أسرة جنب أسرة جنب أسرة بقينا مجتمع يعني نقدر نعدي من الأزمات أنا مؤمنة بدا جدا 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 بس أنا عندي رأي دايما بقوله بنتهز فرصة أن يبقى عندي مجال أتكلم فيه أنا عندي رأي أنه إحنا محتاجين لحملات توعية لأنه إحنا حصلنا تجريف فيه شباب عندنا لما تكلميه تتخضي تقولي ده مش مصر إذا جاي من حتة تانية يعني فأنا رأيي أنه إحنا محتاجين لحملات توعية من ناس مخلصين ومؤمنين بالرسالة الرئيس السيسي في كل المجالات في الزوايا وفي المنابر وفي التلفزيون وفي الإذاعة وفي الثقافة اللي هي كل ما يشكل وعي الناس وفي الأفلام كله إحنا محتاجين نرجع الوعي المصري اللي إحنا عارفين والاحترام والاحترام ما هو كده يعني الاحترام والوعي والالتزام يعني أنا بقول يعني إحنا وأنا صغيرة من 100 سنة من 100 سنة كده من 100 سنة كده لا حقيقة يعني مثلا كنا سكنين في شارع في حلوان أيو لو حصل حالة وفاة في بيت الشارع كله ما يعملش لا أفراح والناس تقفل التلفزيونية والإذاعة بالضبط كده ولما يبقى واحد فرحان وبيعمل فرح كله يهتم سكان العدد كام؟ السكان؟ أيوة مهداء ناس كانت عددها قليل نحنا عندنا ناس قالوا لأ صحيح خلفوا ربنا يبعت لأ أيوة صح ربنا قال لا زمن الإخوان هو أتوكل صحيح لأنه احنا مش نجيب كده ونرمي 2 مليون ونصف كل سنة دي حاجة يعني ماينفعش شايفة البرلمان في الدورة النيابية دي شكله ازاي؟ وضع المرأة فيه ايه؟ وضع المرأة فيه رائع لأن انت عندك 27% يعني صحيح امرأة يعني وبعدين فيه ناس أنا شفتهم والله والله يعني حسة ساعات أن أنا زعلان أني معرفتهمش من ساعة ما تولدوا من كتر ما هم ستات كده يعني جدعان جدا والجلي الجديد رأيت فيه اللي بيمارس العملية النيابية في السن الصغير بالضبط في العشرينات وأنا بقى يعني في دول بعرف واحدة متوسطة السن وواحدة صغيرة فبرده وانتي الصغيرة الثالثة بقاية أنا على فكرة بعترف بسني وانتي عارفاني طبعا أنا ما عنديش مشكلة في الموضوع ده خالص خالص فأنا شايفة أنه فيه فيه مصر جديدة بنتولد دلوقتي وده اللي مخليني أنا كنت دايماً أقول يا رب يعني ديني عمر أن أنا أتطمن على بلدي قبل ما أروح فالحمد لله يعني الحمد لله إن شاء الله تفضلي وتفضلي دايماً تقدمي كتاباتك وأرائك المستنيرة وأرائك اللي كلها حرية بتقوليها بمنطقة الحرية والحقيقة إحنا يعني سعداء بتكريمك شكراً وسعداء أن أنت سعيدة بهذا التكريم اللي جي في وقته أعتقد بالنسبالك مش بس كده وإن اللي بيكرمني واحد أنا باحترمه طبعاً وبقدره يعني لو قال لي والله العظيم بيلا بتاع يعني يعني مستعدة أردي بعناية واخد بالك فدا أنا مش أي حد اللي بيكرمني طبعاً 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 منقذ مصر رئيس السيسي أكيد هذا التكريم بيأتي من من كرم شخصيته كمان بشكرك شكراً جزيلاً وبتمنى لك التوفيق ودايماً بسعد بكل كلامك وخليكي دايماً بحرية ومشاكسة ولسان المرأة في كل الأماكن شكراً بشكرك شكراً جزيلاً الحقيقة يعني أنا سعيدة جداً تكريم أي امرأة في مصر هو تكريم للمرأة بشكل عام سيد الرئيس يعني الحقيقة كلم كل السيدات في مصر وكلم المرأة بشكل عام اللي كانت موجودة والمكرمة واللي كانت بتشاهد وحتى مش موجودة لأنه دا يوم للمرأة بشكل عام التسعة بازال عندي تفاصيل كتير ونتطمن بقى على فريقنا بكرة إن شاء الله أنا متطمنة وبإذن الله مصر تعمل حاجة فاصل قصير ونعود بعد ذلك منتخب مصر والسنغال غداً إيه اللي هيحصل؟ فاصل قصير نستكمل الكلام